مفروض احنا خلصنا اتفاق مع صندوق النقد الدولي هيتم تعويم الجنيه خلال الفترة القادمة بناء على طلب الصندوق النقد الدولي هذه ليست تصريحات رسمية ولكن رويترزو كل المؤسسات الدولية بتعلن ده منتظر الدولار هيرتفع أمام الجنيه لكنه قفزة بسيطة يعني في حدود الواحد وعشرين جنيه كلها متواترة عن المؤسسات الاقتصادية الدولية ده هيزيد هيزود الأعباء على الغلاب أكتر ما هي زايدة عشان كده أنا بقول لك في المصرفان دي بننفرد بخبر إنها هيعقب ده حزمة من الإجراءات الاجتماعية الاقتصادية هتقدمها الحكومة أو الدولة للمواطنين اللي هتبقى صرفهم الاقتصادية تعبانها نوحها إيه معرفهاش بس أكيد حزمة هتشمل حاجات كتيرة يعني تموين تكافل كرامة إلى آخره فالحكومة إنت بقى كمواطن إنت كحكومة بتطلع طم من الناس شوية دردش معهم قلهم عندي مين أنا بخاطب مين بخاطب رئيس الجمهورية بخاطب رئيس الوزراء السلطات العليا في البلد اللي عندهم قدرة على الحديث فعلي رئيس الوزراء متحدث لبق يطلع يقول لا إحنا قلبا وقلبا مع المواطن الغلبان إحنا مش هناخد مصروفات السنة الدراسية هذا العام مالعال بقى بتروح السناتر بقى ما انت قلن انته ما انت هتاخد لك 12 مليار جنيه من السناتر يبقى خلاص ينسى بقى البصاريف يعني شوية كده فالتا لما هتيجي تعمل الحاجات دي بتقول له المواطن دي له إحساس أنا قلبي معك مش هسيبك لوحدك إيدي هتسندك في ضهرك المواطن يبقى عصابه بردة إيه ده يحس إن لو فيه أي مشكلة قبلته فيه اللي هيحل تعالى ادل بعض الفئات الخمس تلاف جنيه من زكاة المال الإعانة أو القرد الحسن يسددوا على خمسين شهر مئة جنيه في الشهر الناس وقف على ألف جنيه ما تيبسك ورق ولم كحكومة إزاي أعمل كام خبر المواطن مستنيه يفرحهم العشرة جنيه بتفرح المواطن والله الناس وقف على كده الناس وقف على كده مش شرط الأرقام الكبيرة يعني مش شرط الأرقام الكبيرة وبالتالي أنا عايز أطمن المواطن عايز أقوله ما تقلقش ورق دولة قوية حكومة هتساعدك على قدر المستطاع يعني أنا مش عايز أتجاوز مع الحكومة أقول تأجيل فواتير الكهرباء ستة أشهر ما بقولش ده بس تعالي أقولي تسبيت فواتير الكهرباء ندفع خمسين في الماء لمدة ستة شهور نعدي بس نعدي مع بعض أنا بدي أمثلة مش جاية زايدة على الحكومة ومش جاية دغدغ مشاعر المواطن بس إيه القزمة كلها مش تتحلل لكده بالمناسبة المصارحة الوضوح الطمأنينة ولازم الطمأنينة تبقى حقيقية الطمأنينة تبقى حقيقية فكرة الرسوم الكتير الباهزة تتراجع أنت عندك ستة شهور صعبين حاول تعديهم بسهولة مش بسهولة بس فقط المواطن ساعتها يبقى معاك لكن إحساس بقى ده بيعلي كذا وده بيعلي كذا وترخيص السناتر وبيقولك الفقر قال عندنا وتصنيفات اقصادية احنا أقوى اقصاد في المنطقة يعني كلام ده المواطن بيبص زيارة واحدة للشارع للسوبر ماركت بيكشف كل حاجة هو المواطن بيسمع كل الكلام ده ويروح على البقاء اللي عنده يطلع عيده في جيبه يشوف طلع كامل ترجمة نانسي قنقر